موسيقى موسيقى 2017 سنة الحكومات والاستحقاقات بامتياز سنة بدأ عبد الملك سلال وزيراً أولى إلى غاية الخامس والعشرين من ماء بعدما كان الرابع من الشهر موعداً لتغيير الغرفة السفلة نزلأها جرت التشريعيات في أحسن الظروف تحت أعين دولية إقليمية ومحلية الجامعة العربية لم تسجل ولم تلحب هذه الإلكتشات تتحرك في محاولة ومحاولة ثمن البعض نتائج وامتعذ البعض ورقد آخرون تحت بطانيات مستواتي حل النزلاء الجدود 462 نائباً غالبياتهم معروفة مسبقاً فلا أحد ينافس العتيد حتى وإن تقهقاً إلا غريمه حزب الإدارة المنتشي بمقاعده المئة بشر صاحب الخمس حكومات مشاوراته استدعى جميع المؤثرين في ساحة السياسية لبى ما لبى وركن للمعارضة من قاطع كل المؤشرات كانت توحي بحملها للمرة السادسة غير أن بيان الرئاسة كان له رأياً آخر رجل الثقة صاحب عدل يحمل الحقيبة الأولى أنا أشكر فخمت الرئيس وأي شكر حذرت بون قائمة وزرائه التي طال الإعلان عنها حافظت أسماء على حقائبها وأسقطت أسماء على ثقل وزنها ومنحت فرصة الاستوزار للمجتهدين وعلى سبيل الدعابة أهديت الحقيبة للبطالين لتحقيق حلم الاستوزار لثمانية وأربعين ساعة بشرت حكومة تبون مهامها بدون راحة نشاطات وخراجات ميدانية شبه يومك بدى الرجل حازماً صريحاً في كشف المسكوت عنه أعلنها صراحةً أنه سيفصل المال عن السياسة لتشتعل نار الكواليس التي أحرقت الحلقة الأضعف واحد وثمانون يوماً جاء بعدها التعديل الحكومي الأسرع في البلاد رحل تبون وحملها رجل الدولة رجل المهمات الصعبة أحمد أويحيا حفظ الرجل على قوام الحكومة منح فرصة للبعض ولجأ للدلاب للاستفادة من تجربة البعض الآخر ولأن الرجل ظريع في إدارة الأزمات كان الاعتماد عليه في هذه الفترة الحساسة الخيار الأنسب لوح أويحيا بالتمويل غير التقليدي كحل سيادي يجنب الزيادات في قانون مالية 2018 سرعان ما تحقق المطلب في تعديل النقد والقرب استدعيت الهيئة الناخبة للمرة الثانية لتجديد المجالس المحلية وحدد الثالث والعشرين من نوفمبر كيوم للإقتراع انتهت الحملة وقبلها انتهى البرلمان من مناقشة قانون المالية الذي حمل الزيادات في الرسوم والجباية والمواد البترولية صوت المواطن على مجالسه الجديدة وبعدها بثلاثة أيام صوت النواب على القانون بالأغلبية التي يضمنها التحالف الرئاسي ليسدل السيطار على سنة ملءها ضجيج الساسة والكراسي فهل ستحمل سنة المقبلة لاستقرار؟ وهل سيواصل يحيى قيادة الحكومة؟ وهل سيرحم قانون المالية جيوبا مرهقة؟ وهل سيكفي طبع النقود للخروج من الأزمة؟ الجواب في 2018 اشتركوا في القناة